اهلا وسهلا شبابنا شباب سنوية عامة طبعا احنا خلصنا امتحان البيولوجي خلاص الامتحان حصل اللي حصل فيه وربنا كرم ناس وطبعا وفق ناس وزي ما قولنا قبل كده في المراجعات انت اسعى وما عليكش ادراك النتيجة انت عليك السعي وبس انا طالع النهاردة معاكم ومع ولادي بس الفيديو ده مخصص ليهم هم علشان نحل مع بعض افكار امتحان سنوية عامة اه دفعة اربعة وعشرين الفيديو لهو موديل انسر الوزارة طبعا غير المقال اللي احنا بنصور يوم الجمعة اه زي ما حارك عارف ان المقالي هو الوحيد اللي نزل كموديل انسر بقيت الاسئلة اللي تشوز ما نزلتش فهو الفيديو موجه للطلبة بتاعتي فقط مش اكتر علشان خاطر بس اه الجدل اللي حصل على الامتحان وطبعا الافكار الكتيرة اللي قلنا من بره المنهج لا من جوه المنهج تعالى نشوف مع بعض كده حل الامتحان دوت من وجهة نظري انا الشخصية اه ده طبعا مش نموذج اجابة خاص بالوزارة ده اكتهاد من مستر باندوح ديب فقط لغير لطلابه فقط برضو لغير يلا نبتلي مع بعض كده هو طبعا الامتحان الوحيد هو نزل عربي فقط فهنحله مع بعض طيب هو هنا مدينة فجر مدينة حالة صد ده طبعا هنا عندي في مرحلة الميتافيز ومدينة هنا بروتين او دي منطلع لبروتين طبيعي في عملية وهنا في خلل واحدة بس هي اللي حصل لها زي ما انت شايف كده واحدة بس اللي لها بالاحمر فمدينة بروتين مش طبيعي وطبعا دي حالة قلنا ان احنا كان ممكن نصلحها لان في عندي واحدة من فيها دامج بس التانية دي كانت سليمة فهنا ممكن تدخل وتعمل عملية بسهولة وده كان احد شروط عملية فطبعا هنا مدينة الاختيارات ممكن لو حصلت في البلانت يبقى عندنا بكتيريا دي حالة بولي بلويدي الاجابة ايه طبعا مستبعدة ممكن نعمل لها ممكن نعمل لها طبعا دي الاجابة الصح نستخدمها كبشر او كبنيادمين عشان خاطر مادة الكلشستين وطبعا دي حتعمل طبعا ملاهاش دعا بالاجابة فهي الاجابة صح هتبقى عندنا الاجابة بيه ان احنا نقدر نعمل لها عن طريق السؤال اللي بعلك كده طبعا الاسئلة مش مترطبة فهتلاقي عندك مثلا وهكذا زي ما جات لنا الاسئلة بيقول لنا هنا اه ايه المواد اللي متوجد بصورة دائمة في التشابك العصبي السؤال ده عمل جدل كبير جدا وانا برضو زي ما انا بقول في الاول الفيديو انا مش طالع ارد على الجدل ده وما ليش دعا بالجدل ده وما ليش دعا بالخلال الحاصل ديت احنا طرعين نتكلم مع طلابنا وبس عشان نقولوا الافكار اللي احنا قلناها وطبعا ان شاء الله نفرحكم بالنتاج تعال كده هقول لك على حاجة في السؤال ده بيقول لك هنا ايه السابستنسز اللي موجودة عندي بشكل بص بيقول لك بشكل دائم دائم خلاص في السينابتك او السينابتك كليفت وهو قالها في السؤال السينابتك كليفت هي الكلcking Devison الاستال elementary component واليلة ولاء الألمان الألمان ولاء نفتكرة مش انت قالت لي قبل كده ان انت عندك لو عندك لك الموجودة بالمنظر ده في ال volta بليت بص كده ودي كانت اللي هي ده كده الجزء بتاع وقلتني هنا كان فيه اللي كان بتطلع الكالسيوم اللي كان بتعمل وانا كان فيه عندك سوديوم وانا كان عندك البوتاسيوم وكلورين وانا كان موجود الانزيم اللي هو طيب لو انت في حالة او في حالة او حالة منطق ان يبقى فيه عندك كالسيوم شغال وفيه عندك كالسيوم بامبو والميكانيزم كله يبقى شغال زي ما انت درستو معايا بالضبط طيب السؤال بقى هو هنا فكرة حاجة موجودة بشكل اساسي طيب انا هختار الكالسيوم لان هي موجودة هنا وهختار كلمة لان هو موجود في نفسها هي وهو موجود اصلا في نفسها وساعتها قعد تقول لك حتى اربطها مع بتاع الهرمونز فاكر العلدوستيرون وقلنا الحاجات دي كان بتأثر على بشكل اساسي جدا فكلمة هنا وكلمة بصورة دائمة تخلى الاجابة طبعا بي اللي هي مدينة بعد كده اه فجر مدينة ده هرمون اكس والهرمون دوت بيزود افراز او زيادة افرازه بتعمل زيادة في في البلازمة الدم ونقص افرازه بيعمل انخفاض في ضغط الدم طبعا هنا بيتكلم على طيب الهرمون بيتخلق فين هو بيقول لك فين 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 اين فين بيتخلق طبعا احنا اتفقنا ان الهرمونز دي كلها بتاعت النيوروهايباثيس كانت بتتخلق في الجزء او بتعمل بيحصل لها في الجزء بتاع الهايبوثالاميس هي دي كانت الخلايا المسؤولة عن تكوينه او ورتيالك خلي بالك من كلمة مكلمة وكلمة كانت بيبوستيري لوجه من البتويتري جلاند لكن بتاعه كانت في الهايبوثالاميس فمنطق انه هو هيبقى في الهايبوثالاميس في الهايبوثالاميس انا خلاص استبعدت كده بيو سي طيب ليه بقى هختار رايبوزومز ليه مش الانوية ليه مش النيوكليوس عشان خاطر اي هرمون في الدنيا كان بيطلع من السايتو بلازم عن طريقة عملية الترانسكريبشن والترانزليشن فهو هنا كأنه رابطولك بيديه ميه وده اللي احنا عادنا نقول عليه ربط الشباتر ببعض جسمك هو حاجة واحدة مش هينفع انك تعمل معايا كأنه اجزاء طيب السؤال اللي بعد كده في السؤال اللي بعد كده جاي هنا بيقول لي مين التراكيب او اللي ممكن نشوفها في نفس الوقت لفيميل كانت في بتاع فيميل تحت الميكروسكوب وهي عندها المنسون سايكل او عندها البريود تعالك كده لو سمعت وقال لك at the same time وهي عندها البريود مستحيل اشوف بروجسترون او حاجة تطلع بروجسترون فاوتوماتيك الكوربس ليتين مش هينفع طيب البريميري او سايت برضو مش هتنفع ليه البريميري او سايت مش تنفع عشان البريميري او سايت ده معنا ان هي خلاص دخلة على او مستنية الساكندري مايوز او مايوز ستوب عشان تدينا الاوفم وده ساعتها هي خلاص ما عندهش سايكل ده ده يا حرفيا كده كانوا بيقولك انت هتمنع فكرة المنسل سايكل فانت هيحصل مايوز وان وده مش هينفع فطبعا الاجابة هتبقى الاماتيور جريفين فوليكل وطبعا هيبقى اه الجراف او الجرافين فوليكل نفسها طيب اللي بعد كده بيقولي هنا مين اللي مش موجود في ال 5 prime ده ال 5 prime اهوت عند الماسنجر ار اني اي في الماسنجر ار اني اي هنا هو طبعا بيبقى عندي ستارت كودون اكيد اللي هو قلنا الاي و جي وكان عندي انصار طيب فاكيد في عندي سايت عشان خطر الريبوزوم حيمسك معي كان عندي الفوسفيت اللي موجود في اي نيكلوتايد من نيكلوتايد زيت حيبقى عندي ستارت كودون نفسه الحاجة الوحيدة حتى لو بالاستبعاد الجزء بتاع او اللي تحت اللي هو يقصد بيها الجزء دوت اكيد ده ده الجزء اللي تحت طبعا مش هيبقى معك بالمنظر ده طيب كوشن اللي بعد كده السؤال ده انت شفته قبل كده معايا فاسئلة الهومورك الموجودة عندك في الملزمة بتاعت ديني مديني هنا سيكونس طبيعي جدا من الديني والمسنجر والامينو عسز اللي طلعه نفس الكلام طيب اللي اختلف هو اه غير لك الاي والاي هنا بالجي والاي او غير الاي بالجي وغير هنا اه حاجات تانية فانت طلع لك مثلا بدل الجلوتاميت طلع لك الجليسين طلع لك بدل الجلوتينين طلع لك الارجينين ايه اللي حصل في الكيس او في الميوتيشن اللي حصلت من هنا الهنا في ميوتيشن حصلت طبعا انت هنا كل اللي انت عملته ان انت دخلت نيكلوتاية جديدة ودي كانت موجودة عندك بالنص لان بص انت هنا لما غيرت ايه غيرت معاية تي. فانت جيبتها جي وحطيت قدامها سي. فانت غيرت النيكلوتايد فغيرت الديفرونت امين واسد ودي كانت موجودة بالنص عندك في ملزمة السؤال اللي بعد كده سؤال اللي بعد كده هنا بيقول لك مين اللي بيميز اللي موجودة في البانكرياس عن في بتويتر جلاند. معلش ايش احنا طبعا بنترجم فالموضوع بيبقى صعب شوية. طيب هو ده بيتم تنشطها بهرمونز انادر هرمونز لأ لان احنا قلنا البانكرياس او البيت سيلز من البانكرياس بيحصل لها اكتيفيشن عن طريق نيرف سيستم وملهاش دعا بالهرمونز. طيب بتفرز هرمونز اه هي بتفرز هرمونز. طيب حخلي بيدي كده معايا. اه بتحط المحتويات بتاعتها او بتطلع بتاعها في الدم بوشرة ما الاتنين بيعملوا كده عشان الاتنين اصلا فيهم جوز اندو كراينجلاند. فطبعا ما تنفعش. عشان هو عايز حاجة بتميز البيت سيلز عن الهرمونز بتاعت بتعمل افرازاتها على زيادة الجولوكوس في الدم هي افرازات بتاعتها بتزاود الجولوكوس في الدم. هو طبعا البيت سيلز كان بتطلع الانسولين وطبعا الانسولين كان بيقلل الجولوكوس في الدم فيها برضو ما ينفعش. فالحاجة الوحيدة اللي هتميزها ان هي هتطلع هرمونز. طيب اه مستر طب الخلايا بتاعت الفاص الخلفي ديت. هي ما كانتش بتطلع هرمونز. احنا لسه قالين. اللي هيجاوب السؤال اللي فات ده صح? هو نفسه اللي جاوب السؤال اللي من فترة او من اول بيج صح? احنا انتفقنا ان الخلايا بتاعت البوستيريو بارت كان بتعمل اللي كان بيطلع الهرمونز بتاعتها الحيبوفالمز خلايا الحيبوفالمز. طيب السؤال اللي بعدك كده يقولك مين الانشطة اللي ما بتقدرش خلايا السبايرو جايرة اللي تعملها? الحاجة اللي ما ما بقدرش يعملها. طيب انه هو يكون جاميس اه. ليه? عشان السبايرو جايرة عصلا كان بيعمل مش 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 طيب. والساعتها قلتلك خلي بالك لو تفتكل كان مسؤول المسئولية كاملة او في نوعين اتنين النوع الاولين اللي هو كان وقلت لك دي حاجة غريبة عليك وانت درستها بس في سنوية عامة زي والحاجة التانية وده اي حاجة زي وطبعا كان بيعمل كده. طيب هو ما كانش بيقدر يعمل اكيد ما كانش بيقدر يعمل كان بيعمل طيب فمش حينفع اختار عشان هو بيقولك لا طيب بيعمل اه كان بيعمل في الفاكرين في طيب كان بيعمل طبعا لان كان عنده فهو كان بيقدر يعمل عمليه طيب السؤال اللي بعد كده اللي عمل جدل كبير برضو وبرضو احنا طلعين ما ونردش على الجدل احنا طلعين بنحل مع طلبتنا بس السؤال ده كان جايب لك هنا نوعين من من ديك هنا دي واي مدرس بيدرس اولى سنوي اه ومكمل مع الولاد هو حيفا طبعا الكلام دوت ومن ديك هنا طبعا ده صريح وبيقولك هنا ايه اللي حاصل هنا عشان ابقى حي في ظروف غير ملقمة كانت محتاجة ساست كانت محتاجة كوت زي اللي كان في الاميبة هتقول لها مستر احنا ما درسناش الاجلونة في المناج هقولك حبيبي هو كان في الباينير فيجين ايلك في موجودة في البكتيريا والبروتوزوة والسيمبل الالجي والاميبة ثانية ثانية عشان كده قلنا الامثلة مهمة جدا مين البروتوزوة من ضمنها الاميبة درستها في قولة سانوي فطبعا انا محتاج حاجة حواليها ساستة او حواليها كوت فطبعا ولا واحد فيهم لان مفيش عندي كوت ومفيش عندي ساست طيب السؤال اللي بعد كده طيب في السؤال اللي بعد كده هنا بيقولك مين الخلايا الاميون سيلز اللي هتبقى بتشتغل مع الكمبليمت عشان تعمل اه 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 لايسس للمايكروب وتعمل لها فيج او تعمل لها ابتلاع طبعا الوحيدة اللي كان بتعمل الحركة دية هي الخلايا اللي هتطلع انتباريز عشان انتبتدور على الكمبليمت فانتبتدور عليه في الانتيباريز. انتفقنا ان الانتيباريز موجودة مين لي? فيه او فانت بتدور على حاجة بتعمل اه فبتدور على حاجة بتعمل وطبعا عشان تبتلعها بحتاج خيالية او طيب البي بلازما دي بتطلع بس ما تفعش. البلازما او برضو لأ. لكن اللي اتنين مع بعض اه عشان هو عايز الخطوتين دول. طبعا البي بلازمية طبعا التيت طبعا ملاحش دعوة بالقصة دي. طيب السؤال اللي بعد كده احنا اتدربنا عليه كتير جدا وشفناه كتير جدا. واخدناه اه من ماسنجر او ايه الانتيكودون لكودون واعدنا نحسب وهكزا. هنا سأقلق لك ويقب لك رسمة. ده طبعا وان ترن. تو ترن. ثري ترن. فطبعا تلاتة ترن. وطبعا مديك او مديك اسف مالكو الكامل. قلت لك مالكو الكامل فانا كده كده عمل مع رقم عشرين. الترن الوحدة في الوان مالكو فيها عشرين. قلت لك هيا لو قال لك وهيا لو قال لك جين. طبعا هنا عشرين طبعا طايمز تريك هنا دي فيها عشرين ودي فيها عشرين ودي فيها عشرين. فطبعا الاجابة تبقى ستين. السؤال اللي بعد كده اه مين اللي بيميز تاي também. اللي بيمتامول طيب لا tres كانت أسرع ومتقدم بخطوة عن آآ عايز حاجة بتميز يعني عايز ديفرنز هو عايز ديفرنز بتميز تي. طيب بتاعتها متخصصة لمايكروب لأ لانها كانت تقول لها بنشتغل في الساكن لائن ديفنس والساكن لائن ديفنس كان مش سبيسافيك نون سبيسافيك اميون رسوانس طبعا بتاعتها كان بتبقى اسرع عشان هي شغالة في الساكن لائن ديفنس منش في الثيرد فهي كان بتشتغل اسرع. سؤال اللي بعد كده مدينا هنا جدول والفكرة دي جات في من الامتحان بتاعتنا الطالبة طبعا اللي حدره معنا في سنتر الخليفة المأمون لما جينا قلت لك خلي بالك لما هي يقول لك انا عندي فيروس الوحيد فاكرين كانت الاجابة في السؤال اللي احنا حلناه مع بعض لما يقول لك انا مش هقدر اعمله اختار حاجة وبس ده مفيش قدامي عشان اقدر ان انا عمله طبعا هنا هيبقى طبعا فيروس او الاتهاب الكابتسي وبرافو عشان طبعا هنا كان وهو كان في السؤال عايز اه مين اللي في دول مش هقدر اعمله عملية طيب السؤال اللي بعد كده هنا طبعا اه بيقول لي ايه الفرق بين الميوزي او ايه الفرق ما بين الميوزي او اللي هو الميوزز اللي موجود في الفيررن بلانت والبلازموديوم انا عايز اعرف ايه الفرق بين الميوزز هنا او الميوزي هنا والميوزي هنا طيب ان احنا الاتنين بنعمل اختزال لا طبعا هو ده سبب او ده حاجة انا بدور على ديفرنسز طيب البربوس من الديفجن او ليه عشان انت هنا في الميوزي كنت بتقلل عدد الكروموزومز انت كنت وبتعمل ميوزز عشان تحاول للجميد وفايت فهنا انت بتغير انت بتعمل او بتعمل كروموزوم او بتقلل عدد الكروموزومز بس عشان تحاول فيه ثانية طيب وهنا لا انت كنت بتعمل الميوزز عشان كنت تتغير شكلك من او كينيت ل او سيست عشان تعمل الانفكشن للسلاف ريجل عدد طيب السؤال اللي بعد كده مين الخلايا بتاعت الخطوط الدفاع التالية اللي بتنشط الاخرى مين اللي بيشغل مين كل خلايا بتاعت الخطين الدفاعيين الساكند والثيرد بتنشط بعض او 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 فاكر في الساكند لاين ديفنس لما كانت الماست سيل بتطلع الهستامين فكاد بتنديع بتنديع على الناتشل بتنديع على الناتشل بتنديع على كل نيزة عشان تحاول لفاجو سايت سيل او نيترو فيلز انسان طيب والتي هيلبر لما كان بتبقى اكتيفيتي ده عن طريق الماكروفيج انا بيراجع معك بسرعة بس عشان تفتكب فطبعا دول بيعملوا اكتيفيشن البعض طيب التاني بتنشط التالت لأ هو انا لما با اخترق التاني التالت يبطيط يشتغل هو هنا في السؤال ده لعب حرفية معك بالترتيبة نفسها وانا عارف ان انت كطالب للأسف الشديد ممكن تغلط في سؤال زي ده بس ده منطقي سؤال سؤالين تلاتة بالكتير قوي طيب الخط الدفاع التالت بتنشط الخط الدفاع التاني طبعا لو حد اختر الاجابة دي طبعا ده محتاج يعني ربنا يكرموه في الدور التاني ان شاء الله طيب او مدرس شباقي في حياته اي طيب مفيش اي علاقة طبعا بين التاني والثالث لا انا كنت التاني بيشتغل لوحده وبعد كده التالي بيشتغل لوحده لكن كل واحد منفصل وزا السؤال احنا سألنا يا فاكر لما قلت لك هو لما جاء لك فاكر في الهمورة الم Stilaire Immune مثلا في الثلاغ الفنس بتآلت لك هما متزامنين من الاتنين مع بعض ولا هما الاتنين وارا بعض فقدتلي لا اولله يا مستر هما وارا بعض قلت لك غلط هما الاتنين متزامنين في نفس الوقت طيب اه السؤال اللي بعد كده بيقول لك مين é ihrem شرائه الديني فى الدريكشن من فايف برايم لثري برايم. اسناء طبعا الدي النقيه. طبعا هما كانوا الاتنين بيشتغلوا في التامبليكس كان بيطلعوا من خمسة لتلاتة. بس واحد كان بيقطع والتاني كان بيطلع عادل على حسب البوليميريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ادرس الشكل اللي قدامك ده. وبيقول لك هنا فين التيار النقيه اللي هيحمل ببطايد اللي موجود قدامك. طبعا هو اللي شايل ببطايد اهو. طيب دي كتة حتة اسمها ببطايد ودي كتة حتة اسمها فيكة قطة الضيوف ودي قطة العمليات. وكان هنا الحتة لما قلت لك دي مش عندك في المرهج. بس هو جابها. بس انت لو منطقي هتفكر ممكن تقول لي يا مستر طب ما هنا. لا اما كانتش هنا. لان ده وده عرفت منين. ده قريدي في حد وضف له يبقى دافل ببطايد. وده اللي لسه داخل فدفل ودي او طبعا هيبقى عند لان هو ده الوحيد اللي كان قدامي في داخله. طيب السؤال اللي بعدك كده. مين مصدر الهرمونز اللي بتأثر على الموجود في الميل? اي هرمونز لها دعوة بالسكس في الميل? زي مين مثلا? زي وزي الكورتكس بتاعة الادرينالجلاند. وطبعا زي الجزء بتاع طبعا عندنا التسيسترون. طبعا هختار الكل. طيب السؤال اللي بعدك كده. مين اللي ما يعتبرش آآ مثير للافراز الهرمونز? مين اللي مش هيطلع هرمونز? ما لوش دعوة بافراز الهرمونز. لو انا غيرت في بلازمة الدم لأ لان طبعا هنا يقصد الانسلين والجلوكوز فده طبعا هيحصل تغيير مصيرة هوة للهرمونز. الهرمونز اللي هي ملهاش دعوة زي الانسلين او البانكرياس عموما. ان انا نفذ هرمون تاني لأ طبعا عشان كان هو اللي بيروح للفيرويل جلاند ويحفز طبعا ان انا بعت حاجة طبعا دي طبعا طبعا الحاجة الوحيدة اللي ملهاش دعوة او ملهاش دعوة بقصة الهرمونز ان في عندي. انا بستقبل بس. طلع عندي اه 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 فانا هستقبل الهرمون ودخله وبطلع اشتغل غير كده ما ليش دعوة بتاعه بتاعه. بتاعه انا بدخله او لا. طيب مين الكائن اللي بيستخدم بغرض الجميز? طبعا هي الوحيدة اللي كانت عندي هي الفيميل او هي اللي كانت بتطلع ديت. قلنا كانت بتطلع بتاعتها بالنيوزز فاتي اللي كانت بتطلع اللي والي كانت كانت طب الاسبايروجايرة اصلا الاسبايروجايرة واستخدمش جاميته الالبلازموديو لأ كانت بيعملها بالميتوزز في الجاميتة الفيتي برضو كانت بيعملها بالنيتوزز. طيب السؤال اللي بعد كده اهميت جاميت اه تحليل تلت خلايا اه ما اهميت ه static خلايا من الاربع نتيجة من الميوز اه من اللي بيحلل او لو كان فاكر لو كان عندي كده اللي اوفا قلت لك اي في ميل في الدنيا كان بتعمل ميوز من السفور مادرس التلاتة كانوا بيدي جنريت واحدة بس اللي كان بتفضل اللي كان بتدينا الامبريوساك فاكر قلت لك ليه التلاتة دول بيختفوا فاكر لما قلت لك كده الصحابات العروسة وما بيعود يخدموا عليها عارف طارق عايز اشرب بالضبط هو ده كان اللي بيحصل كانوا بيدوها الاكل والشرب وكل حاجة عشان هي تعرف تعمل الفود ده وبعد كده كانت يدينا البيبي فطبعا عشان قاطر هما جايين ميوز فكانوا بيوفروا لها طبعا الفود عشان تقدر ان هي تكمل مين اللي ما يعتبرش من الوظائف الاعضاء اللي انفاوية اللي كانت موجودة طبعا لا يعد من وظائف الاعضاء اللي انفاوية طبعا هنا بيتكلم عن فطبعا انتك خلايا مناعية لأ هو كان بيعملها طبعا بيطلع خلايا مناعية طبعا مع اختلاف كل واحد بيطلع منين تخزين طبعا ده دور اللينفوسايت وده كان موجود عندي طبعا ده كان لكن حماية الجهاز المناعي لأ ملهاش دعوا عشان هنا بيقول لك لا يعد حاجة مش موجودة من الدور بتاعها طيب السؤال اللي بعد كده السؤال ده عارضين جدا وجالك في البلاك نوت وحلنا عليه واحنا بنراجع الديني مع بعض قبل كده فاكن لما قلت لك لو جاب لك شريتين ديني او موليكل ديني اربع شرايط وقال لك اتنين قريبين لبعض في كزا نقطة فايه اللي هيحصل فطبعا قلت لك ساعتك الكائنات دي تبقى قريبة لبعض ده بوس الشمبانزي والانسان والحشرة انت حتى لو راجل بدماغ ما بتفكرش يعني راجل بداخل بمعلوماتك العامة ومطبع على ناشل جرافيك وانت بتحل اصلا امتحان البيولوجي فانت اوتوماتيك هتقول ان احنا اعرب للشمبانزي طيب عرفت منين عشان خطر العدد الموجودة هنا بعد اما عملت عملية اقرب لبعض اكتر في البعض فمعنى كده من الانسان حيبقى اقرب تطورا للشمبانزي طيب السؤال اللي بعد كده ايه الهدف الحركة اللي بتحصل في الخلايا في وجود الجزور الشدة اللي موجودة اصلا كده كده في حركة الخلايا اللي هي اصد بيها والجزور الشهد اللي هي او اللي كان بتاع حصل في طبعا حركة قولنا بوزع الاكل فاكر لما قلتلك بتوقف في الموابخ كده تعود تقلبي ليه عشان خطر بتوزعي الشربة نفسها وانت بيتقلبي فاكريني المسال ده فانا كنت بوزع الاكل طبعا تخزين بدايتها غلط حدوث عملية بدايتها غلط تدعيم طبعا بدايتها وطبعا ده سؤال انا شايفه سهل جدا من وجه النظري معرفش انت حملته ايه طيب هنا السؤال ده عليه جدل انا هقول لك حاجة وهقول لك الصح ايه او هقول لك الصح بتاعنا او المفروض الاختيار ايه طبعا هنا مدينا الجزء ده واحنا اتفقنا ان الساكر هي منطقة واحدة هي في فانت هتقول لي يا مستر طب ما فيه هقول لك الكلام ده علميا صح بو بيس مش في منهجك اتفقنا اتفقنا يعني انا في منهجك لما جبت لك في اختيار في كويز وان او في ترايل ثري كان عندك في سنوية عامة الناس اللي متحنت ترايل ثري وقلت لك الشاكل قدامك ده فيه كام جوينت كانت الايجابة زيرو قولا واحدا اكوردنج المين اكوردنج الكتاب الوزارة طيب مستر مهو اه فاي بريس جوينت مع اختلاف طبعا الناس اللي بتصير الجدل هو دي دي ناس بتصير الجدله بس مع كامل احترامنا والله احنا مش طالعين عشان نهاجم حد بعينه وانا ما شفتش يمكن ناس كتيرة او يمكن شوفت عشان مبقاش كدام بس انا مش طالع افريك جدل انا فعلا بجاوبك من وقع كتاب الوزارة معلومة علمية صح في اربعة في بريس جوينت في مستر طب لينا ينشوهاش كده عشان انت ملتزم كمودل انسر بكتاب الوزارة في الاجابة زيرو قولا واحدة مبقاش زيرو طيب السؤال اللي بعد كده مين الكيليكس والكرولا طبعا السؤال دوت هنا اه جايب لك هنا مين الوز اللي في الفلاور او اللي بتقوم بالحماية طبعا احنا اتفقنا اللي هم موجودين من برا عندي فطبعا الكيليكس بس اه هو بيقول لك الحماية في الزهرة طيب هو الكيليكس والكرولا هو المفروض الكيليكس والكرولا فطبعا الاجابة باينة مش محتاجة للكيليكس بيحمل كل الوز والكرولا كان بيحمل جينتال سيستم وهنا كانت تتركها الناس اللي اختارت ايه بس طبعا غلط عشان هو طبعا الكرولا كانت بتاحمل جينتال بارت ده صريحة برضو في المناجي السؤال اللي بعد كده ايه الغرض من في الموناكوت بص انا بقى هقول لك على حاجة السؤال ده برضو عليه جدل ايه الجدل بتاعه فيه ناس قالت لك انه بيعمل بزور وفيه ناس بتقول لك انه بيعمل اه حبوب انا بيدور على الاتنين دول اللي ده كده وده كده بالنسبة لي غلط يعني طيب هو هيعمل الجرين واللي هيعمل السيد تعال نتفي اتفاق في كتاب الوزارة بالنص في شابة الربروكشن كتاب الوزارة اللي محدش بيبص عليه لأسف هو بيقول لك كده ان انا غرض او الفكرة نفسها من عملية الربروكشن او عملية الربروكشن اللي موجودة في الموناكوت ان انا كنت بطلع بتتحد الاغلفة بتاعت الفروت ديت وبتكون حاجة اسمها جرين فهي الجرين هنا هي الاجابة الصحية فكرة ان انا اكون الحبة مش البزرة لان البزرة بالنسبة للموناكوت هي اسمها جرين قولا واحدا طيب السؤال اللي بعدك كده بيقول لك ايه اه الفيت بتاعت الاوفري في الموناكوت طبعا اللي هنا الميز اللي ده اه بعد اه طبعا احنا اتفقنا حيتحول طبعا برضو ايه اه بص جايب لك برضو فكرة اسئلة هنا كلها معتمد على بعد جايب لك نابات موناكوت برضو حيتحول لجرين خلاص طيب اه مين العبارات او اللي بتصف او بتعمل اه ايه اللي ما بيحملش طبعا هنا بيتكلم عن النان كودينج طبعا هو مش موجود ضمن المحتويات لا موجود بس ما بيما لهوش دعا ما بيطرش او اسف ما بيترجمش اه قطع من الدين ايه لا تنسخ ولا تترجم اه طبعا هو نان كودينج لا بيحصل له ترانسكريبشن ولا بيحصل له ترانزليشن هيبقى زحمة على الفاتر طيب الررن ايه اه السؤال ده من الاسئلة الرائعة برضو تعالى مش احنا اتفقنا ان احنا كان عندنا الررن ايه كان عندنا حتة اسملة نيوكليوليس هنا أفكر وولتلك النيوكليوليس ودية طبعا النيوكليوس وولتلك الررني ايه دوت كان بيكون من جينز جوه 600 كوبي جوه النيوكليوس وبعد كده بياسل عزيب ستميات كوبيز من الررن اللي هم كانوا اربع انواع اليوم من 600 كوبي مع السبعين كانوا بيرجعوا في نيوكليوليس ويعملوا الفانكشن الريبوزوم فالاجابة كانت طب لو كان سألني على لكن هنا هو بيسألني على طيب السؤال اللي بعد كده طبعا ده سؤال عبيد جدا جاب لك هنا بيقول لك لو تقطع بي ده طبعا دي المفروض ان هي مصل فده تندن انا اسف وده طبعا عظمه فده تندن لو تقطع قلنا ما منتحركش قلنا الليجمنت ما بيتحكم في الديركشن لو تقطع مفيش حركة والتندن نفس الكلام مفيش فمفيش حركة طيب السؤال اللي بعد كده جايب لك هنا الشبه بين اللي موجودة في الورقة طبعا هما الاتنين كانوا موجودين قبل كده يعني ده حاجة سهلة جدا طيب قل بعد كده ما تركيبوا الكروموزوم اه في حقيات النواة او الايوكاريت طبعا ده كان صفحة وقلت لك خلي بالك عدد الموليكولز من عدد الكروموزوم طبعا هو كان واحد موليكول ده سؤاله سهل ومباشر جدا من اللي ما لا يحقق بناءا على دراسة الجينوم اللي انا بعمل دراسة الجينوم عشان اكتفه طبعا انا قلنا عشان بدرس الجينوم فانا كنت بدرس في مجال الزراعة او في انترفيرون اسف مع الانسلون انسون فطبعا بعرف التطور او بطلع طبعا حاجات في الطب لكن ما ليش دعوة طبعا بالنبات لان انت باشا ليه انت ملك وبالنبات يعني اكيد مش مثلا عشان خطر محسن صاحبك مثلا عنده جينز مش عارف ايه فمعنا كده البطاطس هتبقى خضره ما بيحصلش تماما طيب الشكل اللي قدامك هنا ده طبعا مصل بندل مصل وبيسألك هنا اه طبعا مصل وبيقول لك مين الحرف او الحروف اللي ليها اه اه غشاء او ممبرين عموما طبعا ادي البندل اهي اهي ودي الفايبر ودي المصل فايبر وهو اهي لك طيب ما معنى كده هي البندل اهي هي اللي فيها الساركو ليما بتاعت السؤال اللي بعد كده مين الثمار اه اللي يعدن هو بيض جزء من تركبها طبعا كل الفروتس الاوفري هي جزء من تركبها فاكر لما جينا شرحنا قلت لك الاوفري هو كان بيتحول لحط الخضره في البطيخة فكلهم طبعا الاوفري موجود فيها طيب مين الوسائل المناعية للتالية يعد حاجز فيزيئيا طبعا هنا اتفقنا الميكانيكا الاميون غير الكيميكا الكيميكا الفاكر انا قلت لك واحنا بنراجع دي كل السكريشن وحتى واحنا بنشرح لكن ميكانيكا الحاجة بتتحرك زي مثلا السيليا اللي موجودة في التركيا انسون 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 طبعا هنا طبعا الهورني تيشر اللي موجودة كانت في الاسكن عشان مفيش كيميكا قلت لك ايه ده هو جلدك بيتحرك قلت لك اه بصا هو بيتحرك والله بيتحرك معك بيتحرك معك عادي جدا خلاص طيب اا اا او الهورني لير نفسها طيب مين هنا اللي ما بيعدش من خصائص الخلايا البي ميموري طبعا البي ميموري المفروض ان الميموري بي ما بتطلعش على طول هي كابة تروح تدي للبلازما اللي كانت موجودة قبل كده عشان تطلع طيب هنا مدينا طبعا اا الرسمة اللي قدامك دي وهنا طبعا قعدنا نقول خلي بالك يا باشا الفرق بين الماصل سبازم او الماصل فاتيج وبين السبازم واتفقنا ده نقص في وده طبعا هيقدي للان او الان هيقدي طبعا نقص عندي فطبعا الاتب هتبتدي تقل في طبعا هيصم نصيف الفاتيج الماصل سبازم بقى وكان نقص في وكان ليه اسباب تانية زي طيب هو هنا في في مجهود عضل يهو مجهود ملاكش شد وده طبعا نقص في طبعا عشان انت كونت هنا وطبعا وبعنى كده ان هو هيقلل البي ايتش عشان ده اسد فالمفروض ان هو من ستة انا ايسف جدا ان انا اخص عليك بعشتك وبرجالك طيب فهنا دلوقتي طبعا اه النتائج المتردبة على نقص البي ايتش اللي موجود عندي طبعا انك تقفل المثبتات النواية العصبية لأ طبعا انت كده ممكن تستقبل عادي جدا بس مش هيبقى فيه اي اه استثارة هيبقى نقص في النشاط الانزايم او نقص في اه اه وده جزء انا شايف ان هو الناس اللي كانت مذاكرة تانية سنة كويس جدا هو ده للاسف يعني انا انا معاك ان السؤال دوت كان محتاج حد فاهم شوية او مذاكر او دايس على المعلومة دي شوية من تانية سنوي ان السؤال الاخير عندي بيقول لي مين الاسباب اللي بتمنع خروج طبعا مفيش تطلع خلاص فيه حاجة اعطاعت لي الطريق طب انت الطريق بيبتدي من اول فيه من اول ايه بتديمس صح اليوريثرا هتقطع في اليوريثرا دي تبقى مصيبة طبعا ان انت تشيل بروستاتا بروستاتا يدوب بس هتديك الشوجر هتديك طبعا الحالبين ده راجل لو حد اختار اليوريتر فده راجل طبعا مش عارف الفرق بين اليوريني سيستم مع الدنيا كلها دخل عنده ببعض طبعا انا اشيل طبعا ما لهاش دعوة لان انت هنا بيقول لك يمنع خروج يمنع خروج مش يمنع تكوين خلاص فطبعا هنا نعب على النفذ فطبعا ان انا اعمل انسداد لاي حاجة اا اا حتى اداي الاسبرم اخر اسئلة واخر جزء معايا كانت جزء بتاع الاسئلة المقالي وده اللي نزل لها المودل انسور هنا جايب لك اا مقالي هنا بيقول لك ده هرمون اكس رايح لستارجت اورجن عشان يعمل انزيم انت عرفت خلاص الاجابة من ان بيكون بروتين من الوحيد اللي عندي كان ليه دعوة البروتين هو البروتين طبعا البروتين هنا اا وطبعا مين الانت عندي هنا طبعا دي كانت اا مين الاعضاء المستهدفة طبعا يعضم يا عضلات طبعا عشان ده بروتين سؤال التاني هنا اا ده طبعا فيه دفرانشيشن بتوين واي واي وايكس طبعا فيه الاباريبل او ودي احنا اتفقنا اتفاق كلي ان لما يقول لك مين اللي هناك هتقول لي هادريجن بوند الشمالة عشان كانت ديت متكونة من طبعا ليه ودي كتحتة قلتلك واحنا بنشرح الاميون مهمة جدا والناس بتغفلها وفعلا جات في الامتحان بالمنظر دوت مش بقولك يا اشتارة منينا اكتر ان احنا بس كنا دايسين على حتة معينة كسينتيفيك طبعا انا مش بعيب في اي حد كل الانتزوم اللي طبعا تعبوا بس بيبقى فيه احيانا كده امتحانات بتظهر حتة معينة انت تعبت فيها عشان كده احنا طالعين لطلبتنا احنا بس مش حابص على كومنتات حد تاني حتى لو حرك اا مختلف في الرأي معايا او متفق معايا معلش ما انا اسف يعني دي حاجة بيني وبين الطلبة بتاعتي الفيديو ده ده معمول لي هما وبس هما اللي حضروا الكلام دوت وهم اللي عارفيني الكلام ده انا مش بطلع اقول ان انا جامد او ان انا اا اتوقعت امتحان لا انا مش طالع ويعلم ربنا ان هي مش كده ولكن انا طالع عشان احنا تعبنا افكار ديت كلها اا قلناها فعشان كده انا بطمن طلابي بس بالكلام دوت اخر سؤال خالص بيقولك عدد الخلال اللي بتحطلع الكلام ده طبعا هما كانوا اتنين طيب في اخر الامتحان انا كده عملت لك ريفيو سريه واحللنا مع بعض الامتحان اا ربنا وفقك اا فيه خير وبركة نقصت فيه او حسبت فيه اا على الدرجات كتير برضو ده التوفيق من ربنا صدقني الحياة السنوي مش اا هي نهاية المطاف حياة السنوي هي بداية النهاية انت يا دوب داخل لسه حياتك الجامعية هي دي الحياة الحقيقية اللي انت بتكون فيها شخصية عشان تقدر تواجه سوق العمل مرتاح في النهاية ده اخر فيديو طبعا هشوف فيكو اا دفعة اربعة وعشرين هتوحشوني كلكو اشوفكم دايما بخير واسمع عنكو دايما كل خير باي باي